مرحبا كيفكم و اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد صباح الخير اذا كنتوا بتشوفوني الصبح ومسا الخير اذا كنتوا بتشوفوني المسا اليوم الفيديو حماسي بجنن اليوم رح نعمل كتير شغلات حلوة مع بعض واليوم اول مرة رح اطول بمدة الفيديو لانه كنت صراحة كتير مستمتعة معاكم وانا بصور وهيكا فاعذروني لانه الفيديو طويل بس فيه اشياء كتير بتجنن وشو كمان اه ورح نعمل مع بعض اليوم دجاج محشي بالقوزي ورح نعمل عصير فرولا يعني اسكم من الكافيهات صراحة كتير زاكي ورح ننزل ع السوق واشتري خضار وكمان اه تعرفوا انه احيانا وانا بحكي بنسى الكلام اللي انا بدي احكيه مش عارف ليش عن جد اول ما ابلش اسجل صوت او يعني انه افتح الكاميرا اه بعض الكلام بنسى مش عارف ليش فانا بدي احكي لكم انه انا قبل ما اروح اي مشوار بحب اشتغل البيت كامل وانطفه والمعه وكل اشي عشان لما ارجع من السوق يكون البيت مرتب وما انه اشي بالمطبخ اشي بالبيت لأ خلاص بنحصر بمكان واحد اللي هو بالمطبخ وبطبختيه باي اشي بدي اعمله اه فهون انا لماعيت وكمان شغلت الفواحة على زيت اللافندر انا صراحة بموت على اشي اسمه ليفندر ريحته يعني عن جد خرافية كتير زاكية اه و بس انه ان شاء الله الفيديو يعجبكم ولا تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بقناتي و بس خلينا هلا ان هيك نلف على البيت افرجيكم اياه وبعدين بنطلع اه طفيت انا هون الكهرباء حتى احس هيك براحة نفسية وانا هيك خلاص انه خلصت البيت لاندي الغرفة التانية كمان زي ما انتو شايفين كلها مرتبة وملمعة وكل اشي بمكانه ايه عشان انا خلاص زي ما حكيت انه انا بحب كل اشي يكون نضيف قبل ما اطلع خلينا انفوت على المطبخ انا مشغلي الكهرباء اوكي اه حتى قدام باب البيت انا بحب دائما تكوني مرتب وممسوح الصباح وريحتي المعطر هيكة يعني بتجنن هلا رح اطلع يلا نعم نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احب انوع اجيب الوان اسكة عندي البرتقالي الاصفر الاخضر الاحمر الملفوف طبعا جبته راسي صغير مش كبير طبعا انا هاي الفلفل وهاي الاشياء مش رح استخدمها اليوم كلها لانه اشي رح استخدمه على الطبخة اليوم وفي اشياء تانية رح افرزها ان شاء الله معاكم بالفيديو الجاي من تفريزات رمضان كل سنة وانتوا سالمين هلأ رح ينبلش تفريزات رمضان فجبت شوية قدرة عشان افرزها معاكم جبت عندي هنا بندورة صغيرة انا بحبها يعني هيك بكلها زي التسلاية يعني طبعا تعرف البندورة اصلا مفيدة كمان جيبت جزر اليوم لانه رح اعمل زي ما حكينا اوزي والاوزي بده بازيلا وجزر بس انا دائما بالعادة بشتري الجزر والبازيلا الباكات الكامل بس اليوم ما لقيت في المحل اللي انا بشتري منه فشتريت البازيلا علبة واحدة بس طبعا منزلهم كمان زاكية يعني مش مش انها يعني مش منيحة لا منيحة كمان طبعا هذا المشوار كله لساعة عشرة الا عشرة طبعا انا مستاجلة لانه هلأ في برنامج صح صح بدي اروح احضره وبعدين بكمل طبعا اشتريت فرولا ويلا خدها سوي ناس كافي قالت لحضري بقت على اول بيت قالت لهم مرحبا كيفكم لقت ارملي معانا اربع ابناء جياع قالت لها انتو عمركم بقت الحزن قالت لها لنحن لا نعرف الا طعم الحزن رح احضر برنامج صح صح على عمان تيفي وطبعا اعملت كاسة ناس كافي هيك عشان اروه طبعا احلى شعور بالدنيا انه تروح هيك من مشوارك او السوق يعني بشكل عام اتلاقي البيت نظيف ريحته حلوة كل شي منظم كل شي مرتب هيك هدوء كتير عن جدبة بفرح وبنبسط لهذا الاشي هلأ مع نفسي طبعا رح اروح اشرب ناس كافي واكمل البرنامج لانه كتير بحبه عن جد كتير بجند وبعدين بنفوت على المطبخ لنشوف باقي اليوم شو رح نعمل طبت المطبخ للغرفة دائما ست البيت للشاطرة واللي بتعرف انه تدير وقتها وتدير بيتها وشغلها وكل اشي بتستغل الاوقات المعينة فانا استغلت انه انا بحضر برنامجي فحكيت خليني اعمل معاكم الخضار لانه رح اعمل خضار سوتاء وطريقة كتير سهلة وبسيطة بنقطع الخضار عادي وبعدين بمي مغلية على الغاز بنحط معلقة سكر صغيرة ومعلقة ملح بنخليهم لما ينسلقوا كتير منيح بعدين بنشولهم منع الغاز بنحطهم بمي بارد كتير او متلجة عشان انوقف الحرارة او انوقف درجة الاستيواء وبعدين بمقلاية او بطنجرة يعني زي ما بتكم بنحط شوية زيت زيتون انا مستعزة لعسان يعني انه اخلص بسرعة معلقة زيت زيتون واللهما صلى وسلم ع سيدنا محمد وبنحط الخضار وبنقلبهم مع شوية ملح وفلفل اسواد وبس طبعا ما بياخدوا كتير وقت على الغاز لانهم بالاصل هم مستويين هاي طريقتي بالخضار السوتاء الخضار عندي كوسة جزار فلفل ملون بس الفلفل طبعا اكيد ما رح اسلقه رح اشوي بالفرن مع شوية زيت زيتون وفلفل اسود اوكي وبروكلي كمان وشو عنا كمان وين الجزارة راحت الجزارة اختفت هاي الجزارة اوكي هلأ رح اسويهم وبس اشتركوا في القناة بستنى البروكلي حتى يجهاز وبسوي باقي الخضار نفس الطريقة هلأ عندي فيه جاجة مبارح انا جبتها ونظفتها ونقعتها بملح لمدة ساعة بعدين حطيت عليها البهارات وحطيت ملح وصياسوس ورب البندورة ولبن والله مصلاح سيدنا محمد وكركم اسفر وبعدين اللله مصلاح سيدنا محمد اعملت اوزي وعادية يعني بس انه اخدت قبل ما تستوي اخدت منها شوي عشان احشي الجاج وطبعا ما ننسى نلبس كفوف لما نيجي انه نعمل الجاج وكمان جبت صينية دهنتها شوي وحطيت زيت وحطيت ورق زبدة حتى انه يعني ما تلذي بعدين انا عندي هون اه جبت الجاجة وحشيت فيها الحشوة طبعا هادا الرز انتو بتقدروا تعملوا اه بدلالو برغول او فريكي او ما تحشوها اشي او تحشوها خضار الطريقة اللي بدكم اياها واللي بتعجبكم بس انا احبيت هاي المرة احشيها اه اه رزو بازيلا او اوزي بنحكيله احنا هاي طريقتي يعني طبعا انا عندي هون نسيت اجيب الخيط الحراري عشان اربط في الجاج بس انا ما بغلب اكيد فا التصرفت هلأ نكشات الاسنان هي اهم اشي بالموضوع اه فانا هون عشان لبس م bath الجل تاعد الجاج بذحلة هههه فمش رад يمسك معي فضلتني احاول احاول لما ضبطت معي طبعا هون اللون انتم لاحظين ان اللون لون احمر هيك او عزهر هذا من الصلصة انا لاني حطيت نفس الصلصة بعدين بعد الخلطة حطيت على الجاش بعدين بقلبها من جهة الرقبة لانه جهة الرقبة كتير زاكية انه تحشيها كمان طبعا كل هلا بحطها انا بال بالفرن من ساعة ونص لساعتين او حسب الفرن اللي انتي عندك يعني بس اقل اي شي بتاخد ساعة واكتر شي ساعتين بعدين انا كل عشر دقايق بقلبها شوي واذا بدها شوية ماء بحط لها عشان تطلع كمان طريقة زاكية دايما الجاج المحشي كتير زاكي بس له اكتر من طريقة وانت الطريقة اللي يعني بتعيش بك اعمليها بس هاي الطريقة كتير زاكية وان شاء الله المرة الجاي رح نحشي الجاجة ورق دوالي وكمان رح نحشي فريكي او برغل ان شاء الله بالفيديوهات الجاية انا ثبتت الاجنحة عشان ما تطير اوكي عشان اتأكد ان الرز ما يطلع وضل منظرها وشكلها كتير هيك حلو يعني طبعا دايما الجاج التازج اسكى من المجمد وقطرة صح بياخد وقت بالخبزه يعني بس انه بيطلع كتير اسكى طبعا شلحت الكفوف خلاص ما بدي اياه هلا بعد ما خلصت بحط الصينية بالفرن على درجة حرارة مية وستين او مية وسبعين عشان انه تستوي من جوا مش انه اللون من برا يصير احمر ومن جوا مش مستويه وهلا عبالما الجاج يصير جاهز رح نستغل الوقت ونعمل مع بعض عصير فرولة طبعا انا هاي الطريقة اول مرة بعملها انا بعملها عادي بس انه هاي الطريقة شفتها على اليوتيوب فحبت عند قناة يعني صراحة فحبت اني اجربها واشوف معاكم كيف زاكي او لا ورح احكي لكم طبعا بكل صراحة هلا اول شي بنقطع الفرولة بعدين بنحط عليها اربع معالق سكر او تلات معالق زي ما انتو بتحبوا سكرها وبعدين بنحط عليها شوية ماي مش كتير يعني بس انه عشان الفرولة والسكر يدوبوا ويتحركوا مع بعض بالخلاط هاي طبعا الخطوة الاولى لانه الهاتف هاي طبعا الخطوة الاولى لانه الهاتف هلا على الغاز بطنجرة تانية بنحط معلقة كبيرة من الجيلي اللي لونه احمر حتى انه الفرولة هيكا يتقل لونها وتصير طعمها اسكى ويتثبت الطعم اكثر حطينا بس ما على اوحدة بنحركها لما يدوب الجيلي تماما بعدين بنحط العاصير اللي احنا خلطناه مع بعض لما يغلي تماما حلينا نشوف كيف طلع اه زي ما انتو شايفين لونه كتير حلو بس الطعم ما بعرف لسا ما جربته رح اجربو معكم بعدين اه شوفوا وما احلاو انا بصوب باللون ثقيل هيك مرتب ان شاء الله يطلع الطعم زاكي خلينا نشوف شو صار باكلتنا يا سلام اكلتنا بتشهي منظرها كتير حلو بسم الله ما شاء الله اللهم صلى الله عليه وسلم لمحمد اه عن جد الله يطلعيني العافية اه عن زد يعني لازم تفرحوني باللايكات اليوم عاد هاد الشغل الحلو واد ما تعبت اليوم هاي السوتاء القوزي الجاج يا سلام ع منظر الجاج بس اسمتها بالسكينة وطلعت الرز شوفوا كيف انه متفلفل مشم امعجن او هيك لا اه كل حب بحبتها زي ما بيحكوا وطري كتير زاكي شوفوا مقطرة كتير كتير بشهي ولهون بكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو ان شاء الله انه استمتعتوا بالفيديو وانا كتير مبسوطة لانه اليوم صورتلكم الفيديو من الصبح تقريبا لبعد العصر او العصر تقريبا فهيك ان الحمدلله خلصنا غدا وكان الغدا كتير زاكي والدجاج المحشي كتير طعمه طلع خرافي بتتمنى انه الكل يجربوا وعملنا مع بعض العصير طبعا طعمه كتير زاكي كمان جربوا الطريقة يعني مش رح تندموا وبس لا تنسوا تعملوا لي لايك لايك يا جماعة لايك لايك واذا مش مشتركين بقناتي اشتركوا حتى تشوفوا اشياء كتير رح انزلها في الايام الجاي ان شاء الله وبس وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير